كما رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن باتفاق الإمارات التاريخية الذي تم الإعلان عنه في ختام مؤتمر الأطراف كوب 28 في دبي واصفاً إياه بالاتفاق التاريخي وقال إنه في كوب وصل القادة العالم إلى إنجاز تاريخي آخر بالتزامهم للمرة الأولى بالانتقال بعيداً عن الوقود الاحفوري والاتفاق على مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات على الصعيدين العالمي والمحلي بحلول عام 2030